السلام عليكم اوقات كتير بييجي على بالنا نبقى حابين ندخل المطبخ نعمل اكلة سريعة كده ونطلع على طول بدون تعب او مجهود ويا سلام بقى لو الاكل دي تكون مش تقليدية تماما وتعامها حلوة جدا كمان اوقات كتير بيبقى عندنا بواقي لحمة او فراخ ومش عارفين نستخدمهم ازاي النهاردة هعمل ليكم صنية ساندوتشات بخبز البرجر وبواقي الفراخ الوصفة سريعة قوي وحلوة جدا تشبه لحد كبيري الوصفة المشهورة اللي هي البافلو تشيكن سلايدرز طبعا مع فرق كبير لان انا غيرت كتير جدا عن الوصفة الاصلية فتاسة على النار هضيف معلقتين كبار من الزيت وعليهم هنزل بحبة بصل مفرومة هقلب هديئة كده وبعدين هضيف عليها نص معلقة صغيرة من التوم المفروم وعليهم حبة فلفل متقطعة مكعبات صغيرة ودي بواقي الفراخ ده كان صدر فرخة كامل باقي عندي فرمته ووسط مش ناعم قوي وممكن تفصصوا الفراخ اذا مش حابيني انها تكون مفرومة هنزل بيهم كده وقلب كويس البهرات اللي هضيفها هتكون معلقة صغيرة من الملح نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود نص معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة صغيرة من السبع بهرات انا بحاول ان انا اعمل اعادة تغيير لطعم الفراخ لو بتحبوا بقى الاكل حار ممكن تضيفوا هاريسة او سيراتشا سوس انا هضيف سوس حار سيراتشا اضيفه حسب ما تحبوا الاكل حار قوي او وسط ولو فيه اطفال ممكن تستغنوا عن الحار خالص يعني هي مسألة حسب الرغبة شوية كمان هضيف كاتشوب معلقة كبيرة و3 معالق كبيرة من المايونيز و3 معالق كبيرة من الجبن الشدر انا ضفت معلقة ونص من الشدر الاحمر ومعلقة ونص من الشدر الاصفر ممكن تكتفوا بنوع واحد فيهم بس يعني هنضيف اي حاجة بنضيفها مع الساندويتشات يعني لو اعتبرنا انه قدامنا بيرجر فبنضيف فيه جبنة ومايونيز وكاتشوب بس المرة دي مش هنضيفهم في الساندويتش هنضيفهم على الحشوة هنا وهقلب كل ده مع بعض وكده بقت عندي الحشوة اللي عملتها من بواقل فراخ جهزة الحشوة دي حلوة جدا تنفع معاكم في معجنات في ساندويتشات سامبوسة سبرينج رول او بيتزا تنفع لحاجات كتير جدا هعمل بقى صوص سريع اسئي بي صنية الساندويتشات دي هو عبارة عن معلقتين كبار من المايونيز مع معلقتين كبار من الجبنة الكريمي هخفقهم مع بعض كويس لحد ما يبقوا بقوام سايل ولو حاسين النوم تقال شوية ممكن تضيفوا شوية كريمة او شوية حليب الصنية بتاعتي هتانها زبدة بالشكل ده انا هستخدم خبز البرجر ممكن تستخدمه عشفين وعادي جدا هوزع الطبقات اللي تحته وعلى كل قطعة فيهم هضيف معلقة كبيرة من صوص المايونيز والجبنة اللي عملته عليهم هضيف الحشوة الجميلة بتاعتي اللي انا عملتها بواق الفراخ وهغطي بباقي العش بتاعي من فوق كده بعدين هوزع شوية كمان من صوص المايونيز من فوق كده انا حباها تبقى طرية زي الفطاير يعني حب اخد الطعم بعيد شوية عن الساندويتشات التقليدية وعلى الواشر بقى هضيف شوية تشادر وموزرالة هدخلها الفرن تحت الشوية هي مش محتاجة غير الشوية بس مجرد ان الجبنة تدوب والوش ياخد لون ويقرمش وبس كده من بواق الفراخ وعيش البرجر عملت اكلة حلوة جدا الاضافات اللي انا حطتها على الفراخ نفس اللي بنضفها لما بنعمل ساندويتشات برجر مايونيز كاتشوب جبنة شدر لكن الفرق ان انا خلطتهم بالفراخ علشان تساعد انها تتماسك اكتر وتديني تستا اقوى في الاكل الحشوة دي بواق الفراخ ممكن تستخدموها في السنبوسة المعجنات السبرينجرول البيتزا وهتبقى حلوة جدا معاكم ولو زهقتوا حابين تجددوا جربوا الوصفة دي بواق الفراخ هتعجبكم جدا ان شاء الله وبكده تكون وصفتنا لليوم خلصت اتمنى من كل قلبي انها تكون عجبتكم طبعا لو عجبتكم فما تنسوش لايك وشير للفيديو ده كمان اذا انتم جدد على القناة واول مرة تشوفوها ما تنسوش تشتركوا في القناة واتفعلوا جرز التنبيه علشان يوصل ليكم اشعارات لما نزل وصفات جديدة اشوفكم على خير